خدمات إلكترونية مميزة تقدمها وزارة التجارة والصناعة للمواطنين والمقيمين من بينها خدمة السماح باستيراد المركبات بشرط عدم مرور عشر سنوات من تاريخ صناعتها المزيد من التفاصيل تتبع مع تغرير الزميل سالم المانع وزارة التجارة والصناعة تواصل عملها الدأوب وخدماتها المتنوعة التي تهدف لإرضاء كافة المواطنين الذين يسعون لاستيراد المركبات التي مضى على تصنيعها مدة لا تتجاوز عشر سنوات تم صدور الغرار الرقم 60 للسنة 2021 والذي يقضي بالسماح بتمديد دخول السيارات من خمس سنوات إلى عشر سنوات طبعا الغرار اتخذ بعد دراسة ومتعنية في الوزارة وعلى بناء العرض سيد الوكيل أن نفتح الاستيراد بدل الخمس سنوات عشر سنوات تسهيلا للمواطنين خطوات بسيطة عبر الأونلاين تمكنك من طلب استيراد المركبات بشرط أن تكون موديلات هذه السيارات من عام 2012 وما فوق تقديم الطلبات كلها أونلاين دخول على البوابة تعامل المصادقة وتقديم البوليسات للشحن السيارة لازم تكون موديلها حاليا من 2012 لغاية السنة الحالية اللي احنا موجودين فيها وطبعا تتم الموافقة فورية بعد دفع الرسوم المستحقة حق الترخيص ست خطوات بسيطة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة تمكنك من إنهاء معاملتك بدءا من المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق هويتي وحتى تصدير الرخصة بعد دفع الرسوم سالم المانع تلفزيون دولة الكويت